أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا الصديقة وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على كافة المستويات في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام من قبل قيادتي البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلن ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع بمملكة ماليزيا بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير صاحب الجلالة سلطان محمد الخامس ملك ماليزيا ومعالي السيد محمد النجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة لشعب البحرين بدوام التقدم والرخاء ورحب العهد المفدى بوزير الدفاع الماليزي وكلفه بنقل تحياته لأخيه صاحب الجلالة ملك ماليزيا ورئيس وزرائها وتمنياته لشعب ماليزيا الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز وتوسيع أفاق التعاون المشترك مع ماليزيا الشقيق لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية مقدرا جلالته سامات ماليزيا الشقيق في دعم الأمن والسلام في المنطقة بما يعود بالخير والنفع للجميع منوها بهذه الزيارة التي تسهم في توطيد علاقات التعاون الثنائي وزيادة التنسيق المشترك كما بحث جلالة الملك المفدى مع وزير الدفاع الماليزي المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك وقد عبر وزير الدفاع الماليزي عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على حرص جلالته على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع بلاده متمنيا لهذه العلاقات المزيدة من النماء والتطور